اشتركوا في القناة مراجعة عامة الوحدة الثالثة الوعي الصحي الوظيفة النحوية رفع الفعل المضارع والصنف اللغوي البصادر والرسم الكتابي معكم المعلم سامي ابن محمد القرني هيا نبدأ على بركة الله في هذا الدرس ان شاء الله سنتطرق إلى الوظيفة النحوية رفع الفعل المضارع وكذلك سنتطرق إلى الصنف اللغوي المصادر وكذلك في الدرس الثالث سنتطرق إلى الرسم الكتابي كتابة عبارات بخط النسخ بإذن الله تعالى هيا بنا نتعرف على أهداف الدرس لهذا اليوم الهدف الأول سنتعرف وإياكم على رفع الفعل المضارع بحسب نوعه صحيح الآخر أو معتل الآخر أو الأفعال الخمسة وكذلك طلابنا وطالباتنا تعرفوا المصدر واستعماله وفق حاجته استعمالاً صحيحاً وكذلك رسموا فقرة بخط النسخ بعد تصحيح الأخطاء الواردة فيها بداية نتذكر دائماً أن الفعل كم نوع هو الثلاثة أنواع الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر نحن درسنا عن الفعل المضارع الفعل المضارع كيف نعرف ونميز الفعل المضارع من الفعل الماضي والفعل الأمر الفعل المضارع لا بد أن يبدأ الفعل المضارع بأحد هذه الحروف النون والألف والتا والياء بمعنى أننا نستطيع أن نجمعها في كلمة نأتي النون مثلاً كلمة نأتي لحظ النون باللون الأخضر نكتب والألف في الأعلى بالبني أكتب والتا في اليسار بالأزرق تكتب وأخيراً بالأخضر يكتب في الأسفل أيضاً أستطيع أن أعرف الفعل المضارع بأنه يمكن أن يضاف للفعل المضارع السين أو سوف تستطيع أن تضيفها قبل الفعل المضارع مثلاً السين سيكتب وسوف كذلك تستطيع أن تقول سوف يكتب أنواع الفعل المضارع بالنظر إلى آخره نتذكر وإياكم ونراجع هذه الأنواع الثلاثة النوع الأول صحيح الآخر ما هو تعريف الفعل المضارع صحيح الآخر نتعرف وإياكم على الفعل المضارع صحيح الآخر كل فعل مضارع ليس حرفه الأخير حرف علة الألف أو الواو أو اليا مثل يأكل لاحظ الحرف الأخير هو حرف لام وليس حرف علة ويحكم كذلك الحرف الأخير هو حرف الميم ليس ألف ولا واو ولا يا بالتالي هو صحيح الآخر النوع الثاني هي ياء وهو حرف علة النوع الثالث الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هي كل فعل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الأثنين أو ياء المخاطبة مثال واو الجماعة مثل يأكلون وتأكلون مرة بالياء ومرة بالتاء يأكلون وتأكلون وألف الأثنين مثل يأكلان وتأكلان وياء المخاطبة مثل تأكلين نتعرف إياكم الآن على علامات رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر والأفعال الخمسة في الفعل صحيح الآخر علامة الرفع دائما هي الضمة الظاهرة مثل يأكلوا ويحكموا ثانيا معتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة للتعذر إذا كان معتل الآخر بالألف دائما حينما يكون معتل الآخر بالألف تكون علامة الرفع هي الضمة المقدرة للتعذر مثل كلمة يرضى والقسم الثاني معتل الآخر تكون علامة رفع الفعل المضارع فيه الضمة المقدرة للثقل متى؟ إذا كان معتل بالواو مثل يدعو أو بالياء مثل يجري الأفعال الخمسة علامة رفع الأفعال الخمسة هي ثبوت النون لاحظ كلمة يأكلون يحكمان تشرحين جميعها أفعال صحيحة عادية ولكن أضيفت لها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة ثانيا أملأ الجدول من الجمل الآتية وفق المطلوب نلاحظ الجمل نريد الفعل المضارع على المرفوع في كل جملة ثم نحدد نوعه ثم علامة رفعه الجملة الأولى يكافح الفلورايد التسوسة أين الفعل المضارع في هذا المثال؟ بارك الله فيكم هو يكافح يكافح نوعه هل هو من الأفعال الخمسة أو فعل صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ ننظر أولا إلى آخر حرف حرف الحا يكافح هل هو حرف علة؟ ألف أو واو أو ياء؟ بالتأكيد لا هل اتصل بالفعل واو جماعة؟ أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة؟ لا إذن هو فعل صحيح الآخر ودائما فعل صحيح الآخر علامة رفعه هي كما نرى على الحا يكافح علامة رفعه هي الضمة الظاهرة ثانيا تحوي المشروبات الغازية كمية كبيرة من السكر أين الفعل المضارع؟ في هذا المثال كلمة تحوي أحسنتم تحوي آخرها حرف ياء معتل الآخر معتل الآخر علامة رفعه هي الضمة ماذا؟ المقدرة لي الثقل المقدرة للثقل لأنها بلياء ينمو جسمي نموا سليما عند تناول الغذاء المتكامل ينمو أليست فعل مضارع؟ إذن فعل المضارع المرفوع هي ينمو نوعه لاحظ الحرف الأخير هو حرف علة بالواو هو معتل الآخر أحسنتم وإذا كان معتل الآخر بالواو علامة رفعه هنا هي ماذا؟ الضمة المقدرة للثقل كذلك إذن الياء والواو علامة رفعهما دائما الضمة المقدرة للثقل رابعا نسعى لإعداد وجبات صحية في المنزل كلمة نسعى فعل مضارع هو معتل الآخر ودائما معتل الآخر إذا كان معتل بالألف علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة للثقل أم للتعذر؟ للتعذر أحسنتم لأنها بالألف خامسا الأبوان يختاران الأطعمة الطازجة لأبنائهما الأبوان يختاران أين الفعل المضارع؟ هو كلمة يختاران هذا فعل مضارع ولكن كم شخص يختار؟ هما إثنان إذن هو مثنى اتصلت به آلف الاثنين فعل مضارع اتصلت به آلف الاثنين هو بالتأكيد من الأفعال الخمسة لاتصاله بآلف الاثنين الأفعال الخمسة على مترفعها دائما هو ماذا؟ لاحظوا النون موجودة إذن نقول ثبوت النون ثانيا أملأ الجدول الآتي وفق المطلوب الأمثلة ثم نستخرج منها المضارع المرفوع وعلامة الرفع أولا يعد الحليب من وسائل الحفظي أين المضارع المرفوع هنا؟ كلمة يعد أحسنتم كلمة يعد يعد هل هي صحيح الآخر؟ أم معثل الآخر؟ أم من الأفعال الخمسة؟ لاحظوا الحرف الأخير هو حرف دال علامة رفعه دائما ماذا؟ الضمة الظاهرة لأنه فعل صحيح الآخر الجملة الثانية المشروبات الغازية تضر الصحة أين الفعل المضارع هنا؟ نقول تضر أحسنتم تضر مضارع مرفوع لاحظوا الحرف الأخير هو حرف الر أليس حرف الر هو حرف صحيح ليس علا ولا من الأفعال الخمسة إذن علامة رفع الفعل الصحيح هي ماذا؟ هي الضمة الظاهرة أحسنتم الضمة الظاهرة المؤمن يرجو عفو الله دائما أين الفعل المضارع؟ يرجو أحسنتم هي يرجو الفعل المضارع هو يرجو لاحظوا الحرف الأخير وحرف الواو حرف علا إذن هو فعل مضارع معتل الآخر دائما معتل الآخر بالواو علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة للثقل الجملة التي تليها أنت تحافظين على صحتك أين المضارع المرفوع في هذه الجملة؟ كلمة تحافظين أنت تحافظين هذا المضارع المرفوع من التي تحافظ؟ أنت إذن هذه مخاطبة إذن هي من الأفعال الخمسة وعلامة الرفع دائما في الأفعال الخمسة هي ثبوت النون الولدان يمارسان الرياضة أين المضارع المرفوع في هذه الجملة؟ هي أحسنتم يمارسان يمارسان ما نوع كلمة يمارسان؟ هي من الأفعال الخمسة لأنها اتصلت بها ألف الاثنين يمارسان ودائما الأفعال الخمسة علامة رفعها هي ماذا؟ ثبوت النون ثبوت النون يسعى الإنسان إلى أن تكون تغذيته سليمة أين الفعل المضارع في هذا المثال؟ كلمة يسعى أحسنتم كلمة يسعى أولا هو من أي نوع فعل مضارع معتل الآخر بالألف ودائما علامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر العاقل يهتدي بنصح المجربين الفعل المضارع هو ماذا؟ يهتدي لاحظ يهتدي حرف اليا هو حرف علة ودائما الفعل المضارع إذا انتهى بحرف علة وهو اليا يكون علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة للثقل أشارك في الإعراب يقوي الحليب العظام دائما عندما نريد الإعراب يجب أن نفهم معنى الكلام يقوي الحليب العظام من الذي يقوي الحليب؟ والحليب يقوي ماذا؟ العظام أليست هذه جملة فعلية؟ يقوي فعل إذا بدأت الجملة بفعل فتعتبر جملة فعلية والفعل دائما يحتاج إلى فاعل أليس كذلك؟ والفاعل ربما يحتاج إلى مفعول به هذا من أجل أن نفهم التركيبة للجملة الفعلية وهذا يسهل علينا في الإعراب يقوي قلنا أنها فعل مضارع والفعل المضارع إذا لم يتصل به أداة من أدوات النصب أو الجزم يعتبر فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ يقوي هو معتل بليا ودائما بليا يكون علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل الحليب الحليب هي فاعل والفاعل دائما مرفوع وعلامة رفعه هنا هي ماذا؟ الحليب هي الضمة الظاهرة على آخره العظامة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه أحسنتم هي الفتحة الظاهرة العظامة هي الفتحة الظاهرة على آخره نتجه الآن إلى ثانيا الصنف اللغوي المشتقات المصادر الهدف العام من هذا الدرس هي تعريف المصدر ثم التفريق بين المصدر والفعل ثم معرفة وزن المصدر لاحظ معي هذا المثال من عوامل المحافظة على الصحة النوم المبكر وتجنب السهر وتناول الأكل الصحي والتعرض لأشعة الشمس والابتعاد على الغضب لاحظ أول كلمة مضللة هي المحافظة المحافظة ما هو الفعل الماضي منها؟ حافظة المحافظة الفعل الماضي منها؟ حافظة لاحظ دائما المشتقات المصادر هي من المشتقات لماذا سميت مشتقات؟ لأن لها أصلا في الفعل مشتقة منه فالمحافظة هي مصدر وهي مشتقة من الفعل حافظة كلمة ثانية النوم الفعل الثلاثي منها الماضي هي ماذا؟ نام الفعل الماضي منها هو نام تجنب ما هو الفعل الماضي منها؟ تجنب أحسنتم السهر سهرة أحسنتم تناول الفعل الماضي منها؟ تناول نفس الحروف ولكن الحركات تختلف الأكل الفعل الماضي أكل التعرض الفعل الماضي تعرض أحسنتم الابتعاد الفعل الماضي ابتعد الغضب الفعل الماضي غضب المصدر إذن هو اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن إذا كان الفعل الماضي له زمن في الماضي والمضارع له زمن كذلك لكن المصادر هي حدث ولكنها بدون زمن هي حدث بدون زمن وهي مأخوذة من أصل الفعل مأخوذة من الفعل لاحظ كلمة حافظة هي فعل ماذا هي فعل ماضي أليس كذلك هي فعل ماضي طيب الفعل المضارع منها ماذا حافظة ماضي المضارع ماذا يحافظ أحسنتم والأمر هو ماذا الأمر هو حافظ حافظ ولاحظ المصدر منها هو محافظة هو محافظة حدث ولكنه بدون زمن طيب الكلمة الأخرى كلمة كتب كتب فعل ماضي المضارع منها ماذا يكتب والأمر أكتب كتب يكتب أكتب والمصدر نريد كلمة هي تمثل حدث ولكنها بدون زمن هي كلمة الكتابة كلها تدور على الكتابة إذن هذا هو المصدر نتجه الآن إلى الميزان الصرفي الميزان الصرفي في الميزان الصرفي هو طريقة لوزن الكلمات في اللغة العربية واختار العلماء لها كلمة فعل كلمة فعل هي تقريبا الميزان الذي يقاس به الكلام فمثلا فعل هي مقسمة على ثلاثة أحرف ف ع لا وهذا نقيس به جميع الحروف والكلمات فنقول مثلا في الفعل كتابة حينما نقسمها على الفعل فعلة نقول الفاء يقابلها الكاف والعين يقابلها التا واللام يقابلها البا فا ع لا كا تا با هذا هو الوزن تزيد الحروف وتنقص وكذلك الحركات تتغير بتغير الميزان نفسه انظر إلى هذا المثال اضعوا كل مصدر مما سبق في المكان المناسب مما يأتي لدينا الكلمات في الأعلى استهلاك العوجاج التلف المعاملة حفظ استخدام نضعها في الفراغ المناسب وجميع هذه الكلمات هي مصادر التعليب من وسائل ماذا استهلاك أم العوجاج أم التلف أم المعاملة أم حفظ أم استخدام التعليب هو من وسائل حفظ الأغذية وحمايتها من ماذا أيها الكلمات نختار وحمايتها من التلف بارك الله فيكم الجملة الثانية فراغ الحرارية للمعلبات تقضي على فسادها فنقول ماذا أحسنتم المعاملة الحرارية للمعلبات تقضي على فسادها من علامات ظهور تلف المعلبات ظهور ماذا ظهور العوجاج أحسنتم العوجاج عند فراغ الأغذية المعلبة ينبغي فراغ آلة فتح النظيفة فماذا نختار عند ماذا استهلاك أم استخدام نقول عند استهلاك الأغذية المعلبة ينبغي استخدام آلة فتح نظيفة أذكر مصادر الأفعال التالية أذكر مصادر أذكر مصادر الأفعال الآتية وأضعها في جمل مفيلة من إنشاء استقبل استنفد طار سابق المطلوب هذه أفعال ماضية نجعلها مصدر استقبل في الفعل الواضي والمصدر منها ماذا استقبل استقبال استقبال هذا حدث ولكنه مجرد من الزمن نضع كلمة استقبال في جملة مفيدة فنقول مثلا تحسن عائلة استقبال شهر رمضان الكلمة الثانية استنفد ما هو المصدر من كلمة استنفد أحسنتم استنفاد يستنفاد والمثال نضعها في جملة مفيدة فنقول الغضب هو استنفاد للصحة الغضب هو استنفاد للصحة طار فعل ماض كيف نجعله مصدر نجعله مصدر بأن نقول طار طيران طار طيران طيران نضع كلمة طيران في جملة مفيدة فنقول طيران العصفور ممتع مثلا نقول طيران العصفور ممتع سابق فعل ماض كيف نجعله مصدر نقول سابق سباق سابق سباق اجعل اجعل سباق في جملة مفيدة فنقول مثلا شاركت في سباق الجري شاركت في سباقي الجري ثالثا الرسم الكتابي كتابة عبارات بخط النسخ الهدف العام لدينا في هذا الدرس هو رسم فقرة بخط النسخ بعد تصحيح الأخطاء الواردة فيها أولا أقرأ هذه الجملة المكتوبة بخط النسخ من عوامل المحافظة على صحة النوم المبكر ينمو جسمي نموا سليما عند تناول الغذاء المتكامل لاحظ معي كتابة الحروف فراغ مطموسة في حال وقوعها في وسط الكلمة أما حرف الميم المطموس فيأتي في وسط الكلمة ونهايتها لاحظ الحروف العين والغين والميم مثل كلمة الغذاء فتكون العين والغين والميم مطموسة في حال وقوعها في وسط الكلمة النقطة الأخرى كتابة رؤوس الحروف الفا والقاف والوام والميم والها والصاد والضاد والطاء والضاء رؤوس الحروف مكتوبة دائما بشكل ماذا مكتوبة مفرغة دائما كما هي ظاهرة في الحروف في أعلى الكلام أي أنها غير مطموسة كتابة نقاط الحروف النقاط الحروف دائما ماذا تكون منفصلة يعني مثلا كلمة المحافظة التاء المربوطة النقطة التان التي على التاء تكون دائما منفصلة وليست متصلة كتابة كتابة الحروف وليا وليا دائما يكون بإنزال جزء منها تحت السطر كما هو ظاهر أمامك في المثال الآن أرسم الجملة الآتية بخط النسخ من واجب الآباء والمؤسسات التربوية والصحية التثقيف حول الغذاء الصحي تكتبها الحروف التي أعلى السطر تكون أعلى السطر والحروف التي تحت السطر ننزلها تحت السطر كما يلي أنظر إلى هذه الكتابة بخط النسخ لاحظ الحروف مستقرة على الصدر والبعض منها ينزل تحت السطر وفقا للقاعدة التي في الخط نكتبها مرتين بهذا الشكل الجميل ونحاول نكرر الكلام أكثر مرة لكي يكون خطنا جميلا وفي الختام نشكركم على المتابعة وإلى درس قادم بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة